نوقع المنصة بينشر تقرير عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بيقول في التقرير أن مصر بتواجه اتهامات تداولتها تقرير إعلامية الأشهر الماضية حول تحصيل رسوم إضافية تجاوزت عشرة ألاف دولارات للخروج من قطاع غزة عبر رفح عضو اللجنة بنوا فان كيرس بيلك قال سمعنا عن تقاضي مبالغ كبيرة بألاف دولارات نظير عبور الحدود وطلب اللجوء وجه سؤالا للوفد المصري ماذا تفعل مصر للتعامل مع هذه القضية المتعلقة بأموال غير قانونية لطلب اللجوء الوفد المصري اكتفى بأنه استعرض أعداد النازحين من غزة وما تكلمش عن موضوع الأموال طبعا الكلام عن الأموال دي بيخص يعني صادقنا العزيز صديق البرنامج الحج إبراهيمي الأرجاني ظهر السينوية ويعيش أبو عصام شيخنا السبع الدرغام اللجنة الأممية بتتكلم عن الشيخ إبراهيمي الأرجاني والله يسامح اللي كان السبب الله يسامح اللي كانوا السبب إن هم يتكلموا عن الحج إبراهيمي الأرجاني والحاجات اللي بيعملها في نفس الوقت ده وكلام اللجنة الأممية عن الأرجاني وفلوسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بيوجه التهمات صعبة جدا لمصر الحقيقة بيقول مصر لازم تعيد فتح معبر رفح لأن القاهرة تحتجز سكان غزة رهائن يا ساتر يا رب ومصر بترفض التعاون مع إسرائيل بشأن المعبر وده الحقيقة أمر سيء جدا وما ينفعش إن اللي مصر بتعمله ده أمر مخالف لكل المواثيق موقع المنصة أيضا نشر تقرير عنوانه لماذا أصبح نتنياهو يحرج أصدقائه العرب خلينا نشوف كده مع بعض إيه اللي قالوا المنصة في هذا التقرير بتتكلم المنصة في التقرير ده عن تصريحات نتنياهو اللي دايما بيحرج أصحابه أو بيأكل صحابه برة مصر انضمت لدعوة جنوب أفريقيا وتزعمت الإمارات في الجمعية العامة منح فلسطين وعضوية كاملة الإمارات استنكرت دعوة نتنياهو الدول العربية للمشاركة في إدارة مدنية لغزة وده حصل بعد تصريحات نتنياهو التصريحات بايدن المتشددة نسبيا انتجاه حكومة بن يمين نتنياهو نتنياهو كان بيقول إحنا عايزين نعمل مرحلة أولى نقسم غزة لمناطق آمنة بلا حماس يتولى الإشراف على جهود الإغاثة والمساعدات اقتلاف عربي فلسطيني مرحلة تانية نعمل إعادة الإعمار والتأهيل ومعها خطة نزع المقاومة يعني وتمتد من خمس سنين لعشر سنين ولا توجد في خطة نتنياهو أي دولة مستقلة للفلسطينيين الحقيقة إنه كلام بن يمين نتنياهو بيطرح ساؤلات كبيرة جدا عن فكرة مين اللي بيحتجز الغزيين كرهائن هل مصر المتورطة في هذا أم آآ إسرائيل